مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ المنعقد هنا في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام بمشاركة دولية واسعة من قبل رؤساء وقادة الدول وكذلك أيضا بمشاركة الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية عدد غفير من كل أنحاء العالم بيشاركوا في هذا المؤتمر من أجل الخروج ليس فقط بقرارات ولكن قرارات تنفذ على أرض الواقع في هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان معا للتنفيذ بالتأكيد قضية التغير المناخي من القضايا المهمة وخاصة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية على الكثير من الدول الدول النامية والدول الفقيرة التي تحملت فاتورة ما قامت به الدول الصناعية من الانبعاثات الضارة والتي أدت إلى زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومن أبرز هذه الدول هي جزر البهاما والآن معنا ويشرفنا في هذا الحوار على شاشة التلفزيون المصري في القناة الأولى رئيس وزراء جزر البهاما السيد رئيس الوزراء فيليب ديفيس نرحب بك في هذا اللقاء في مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ سعداء بأن نكون معكم اليوم في هذا المؤتمر الكبير والضخم خاصة بمؤتمر التنفيذ بالنسبة لي أشكركم على الضيافة وأن أبدأ بالشكر للحكومة والشعب المصري لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والخدمات اللوجستية والتوقيت الرائع وكل هذا التنظيم المتميز الذي جعلنا أكثر حظا بشكرا لك سيد رئيس الوزراء من وجهة نظري كيف لنا أن نعزز التنسيق والشراكة فيما تعلق بالمساعدات الحد من مخاطر قوارس الإنسانية محليا وإقليميا ودوليا وأن استجيب لي الألزمات بشكل أفضل حسنا أرى من وجهة نظري أنها من الضروري أن تشترك كافة الأطراف وكافة الدول ليست واحد منا ولي أن نكون ليعمل وحده ولكن العالم يبدأ أن يكافح لا يبدأ حتى أن الدول الصناعية كل الدول والدول السواء الدول النامية وأيضا الجزر الصغيرة كلها مثل بلادي كلنا لا يبدأ أن نواجه بها التابعات التغير المناخي لا يمكن أن نتحقيقه وحدنا لكن لا يبدأ أن نشارك جميعا وأن نضمن الاستجابات المناسبة للتغيرات المناخية وتبعاتها أيضا ما هي الاستجابات التي تحتاج إلى التخفيف أيضا التكيف ثم بعد ذلك في الوقت الحالي نحتاج أيضا المعالجة الكثير من الأمور خاصة بالخسائر والأضرار كل هذه العقبات وتبعات للفيضانات والإعصارات والظواهر الأخرى الكارثية التي نتج على التغير المناخي كما قلنا نحن جميعا كل الأمم والعالم الصناعي لا يمكن أن يكون منعزلا عن العالم لا بد أن نعرف أن جميعا متأثرنا بالتغير وعقباتها تغير المناخي كل هذا أن نحن بحاجة أن نكون أكثر قدرة على التغلب ومدفاع عن هذه الظواهر الألبية وهذا جزء مما يحدث وبنسبة لنا نكون أكثر وضوحيا أن لا نتجبها بعضين البعض نعم نأخذ خطوات ملموسة هنا بناء على هذا المؤتمر نعم هناك تحديات وتكلمنا عن هذه التحديات منذ وقت طويل نحن هنا في نسخة السبعة والعشرين من المؤتمر الأطراف أريد أن أقول أن نحن مازلنا لدينا اليوم نحن خدمات كثير من الفيضانات والحرائق وأيضا كثير من الظواهر الأخرى لا نترك هذا وحده نحن لابد أن نركز وسأل نقول أن هناك مضت سبعة وعشرين عاما نحن هذه النقطة دعونا أن نتوقف عن الحديث والكلام ونبدأ في العمل وفي عملية التنفيذ نعم التنفيذ هذا هو مؤتمر التنفيذ مرة أخرى هذا العالم قد اعتاد أن يفعل شيئا بالضغط والتحميل ولكن هناك كما قلت هناك الخسائر والأضرار نحن هنا أيضا في الدول النامية والجزر الصغيرة لديهم جدوى الأعمال لا بد أن تركز على هذه الأمور وهذه الجدوى الأعمال هي خطوة صحيحة لالتجاه الصحيح ولكن لا بد أن نبني عليها الأعمال ماذا عن بناء القدرات وماذا عن التعويض وخاصة بالتعويض الأضرار والخسائر إذا نتحدث لك اليوم هنا بلادنا تعاني من عاصفة وأيضا فيضان وأيضا هناك أيضا براكين لذا بشعبي قد تعرضوا إلى أزمات خطيرة من هذه الظواهر على مدار السنوات وهذا البركان يبدأ الآن وربنا قوي ولكن مقول أنه بمجتمعنا أصبح أقل هشاشة أو أكثر ضعفا في الفترة الأمر ونحن نتمنى أن ننتقل نسبة الفيضانات وأن نصمد في هذه الظواهر وبالنسبة لنا فهذا الأمر مهمة جدا أن نأخذ عملا على أرض الواقع حسنا سمعليك كيف لنا نعزز وبناء القدرات وننوع المصادر الخاصة بتعزيز المرونة الدول وقدرتها على المجابهة أتغار مناخي وخاصة في المجتمعات المحلية بالنسبة التحديات فإنها تعني الكثير فكما قلت هناك في الدول أنامية في الجزر دولة الجزر الصغيرة نحن ننظر لعملية تخفيف ثم عملية تكيف نعم ثم بعد ذلك نحصل على التمويل لا يكون هذا التمويل متاحا ولكن التحدي بالنسبة لنا هو هذا التمويل إذن وأمر آخر المعايير للوصول إلى هذا التمويل إنه شيء يحتاج أن يستسني بعض الدول من غيرها الأمر الثاني والتحدي الثاني بالنسبة لنا أن أليات التمويل التي موجودة هي ليست موجودة بالفعل ومن خلال الدول المتقدمة التي لديها وعود منذ سنوات التي تقول أنها بعضها بأكثر من خمسين مليار التي غير متاحة بالفعل الآن لذا إذن السؤال فيما يتعلق بالمسائل وأننا هنا ليس للتفاوض نحن لابد أن نفي بالالتزامات التي نتضلعنا إليهم قبل الوصول إلى التمويل سيكون واحدا من التحديات التي نعاني منها ومن الأمور الأخرى المهمة فيما يتعلق بالتمويل أن معظم الدول مثل دولتنا تحتاج إلى المساعدة والاستمرارية وربما تطلب الكثير ولكنها لا تحصل عليه إذن هو دورنا أن نعرف أن هناك تحديات إذا أردنا عندما نعود إلى بلدنا بعد إيجاد المصادر ليتعافي لأعادة الإعمار والديبلوماسية في بلدنا فماذا عن المصادر لهذا الأمر فأين المصادر والموارد كما قلت أن عملتها ربما دين والوصول إلى الأموال غاية ربما تكون غالية بالنسبة لنا وهل لنا أن نحتاج أن نطرد الأموال هل هذا كل ما لدي إذن عندما نتحدث عن تعزيز دور التمويل لابد أن نفكر عن التعويضات نزيد من حجم التعويضات وليست فقط هنا نتكلم عن الدول الصغيرة التي تستمر في الاقتراض والتي تزيد من دينها العام وهذا هو جزء مهم من التحديات في وجهة نظرك ما هي أفضل الأمثلة لمشروعات السدامة المحلية والتكيف المحلية؟ أعتقد على سبيل المثال في باهاما حسناً نحن نحاول أن نحمي حدودنا السحلية لدينا لدينا إلهام من بعض المشروعات لها عادة استخدام المواد الطاقة ثم نعيد استخدامها في عملية الصد للمحيطات ثم بعد ذلك لدينا مشروع آخر لزراعة مزيدة من شركة من أسجار المايكروف وهذه بعض المبادرات التي بالفعل اتخذناها وفيما عملية تخفيف من حدة تغيير مناخي والتكايف معه إذن شجار المايكروف ساعدتنا في الحماية وأيضاً استخدام عملية البناء التي تكون أكثر مرونة وأكثر تصدياً لتغيير مناخي ثم تكون هناك أقل ضرراً مرة آخر سنتحدث عن الطاقة البديلة منها الطاقة الشمسية وأيضاً فيما تعلق بالتكلفة وأو شيء من هذا هي النجاحة في التكايف وفي التخفيف من حدة تغيير المناخين ثم إيجاد التمويل نحن ساعدنا تمكننا من الاقتراض من الدول لكن علينا مسؤولية الآن أن نعيد هذا القرد نحن ماذا عن ارتفاع درجات الحرارة ماذا عن الاحتباس وأيضاً احترار المياه لابد أن ندفع كل هذا حسناً فيما يتعلق بدور المؤسسات المالية كيف لمؤسسات تمويل العالمية للمناخية التي تفي بإحتياجات المجتمعات المحلية بما في ذلك الشباب والمرأة والأطفال أعتقد لابد أن هناك تغيير من وجهات النظر هناك ما يقال عليه مبدأ الأولوية كيف لنا أن نصل إلى التمويل هذه المعايير تستثني الكثير من الدول الصغيرة وأيضاً تستثني عملية الشمول للأطفال ربما لعادد أو لنسبة طويلة من الوقت هذه المعايير بحاجة إلى تغييرها لابد أن نفكر إلى مدى مصدقية المعلومات هنا في بلادنا على سبيل المثال ماذا عن الدخل هذا أعتبر معيار مهم جداً للوصول إلى المموال بلادنا تعتبر غنية حتى أن هناك مدينة أو دولة في جزر صغيرة لكننا نقترض الكثير نحن نسعى إلى وجود المانحين لتساعدنا في التكيف والتخفيف من حدث التغيير مناخي وأيضاً التعويض عن الخسائر والأضرار إذن لابد من تغيير هذه المعايير فيما تعلق بالتمويل كيف لنا أن ننوع عمليات أو موارد التمويل ونحث الدول المقطع الخاص للمشاركة في مشروعات العمل المناخين ما هي أفضل الأمثلة من وجهة نظركم فيما تعلق بأليات التمويل في هذه الصدد حسناً أفهم سؤالك كيف لنا أن نشارك القطاع الخاص في عملية التمويل المناخي أعتقد لقد رأينا بعض التحسنات في هذا الأمر وأعتقد فيما تعلق بالبنوكة متعددة الأطراف منها IDDB Bank وغيرها التي تحاول أن تكون لها أثر وهناك بعض المجموعات الأخرى المالية التي تحاول أن تجذب اهتمام القطاع الخاص للمشاركة في بعض المبادرات التي يمكن أن نحصل على تمويل من القطاع الخاص بالنسبة لي كما قلت من قبل بالأمس القطاع الخاص مهتمت جداً بالأرباح ولكن الأرباح هي تكمن فيها أخطار أيضاً لأن تساعد في عملية التكيف والتخفيف من حدة التغير من أخي لذا كما قلت نحن نستمر في دورنا لدينا كثير من التحديات وحتى أننا نهتم بإحتياجاتنا الخاصة ومصلحتنا الخاصة لكن علينا أن نضمن أننا هنا عملية أن نشارك في المبادرات الخاصة بالتكيف والتخفيف وحسن ذلك يمكننا حماية الأرباح ما هي آليات التعاون الدولي التي يمكن تنفيذها لتعزيز وتسريع عملية مشروعات التكيف فيما تعلق بالمشروعات المتعلقة بالموارد المائية أعتقد المبادرة لابد أن تكون من المناطق أو من الدول المصناعية كل الأسئلة التي تكون لديها إجابة واحدة واضحة هي التمويل للمساعدة وحتى العالم الصناعي لديه التزامات أن يقدم التمويل لكن المسائل ربما لا يكون حلها إلا بهذا تمويل وتسريع هذا الأمر بالنسبة لكم ما هي المعوقات التي تمنع الاستثمارات القطاعي العام والخاصة في الطاقة وفي بناء المنظومة المائية والأمن المائي حسنا فيما تعلق بالأمن المائي كما قلت أنها ربما تتعلق أيضا بالأمن الغزائي التي ستحتاج إلى مساعدة في أفريكا مرة أخرى ما أراه؟ هي العالم المتقدم يشاركنا التكنولوجيا ولكن لا شركنا الفوائد أنا لن أتوقف عن التفكير وأن نحصل وأن نحقق ما يمكننا تحقيقه لاح العالم والبشرية لابد أن تستمر وأن تستجيب وتستجيب لهذه الأزمات تكنولوجيا هي واحدة من أحد الوسائل وفيما تعلق بالتحدي المياه لا بد من إجاد الوسائل الإبتكارية والإستثمار وعملية البحث في هذا الأمر وعملية البحث والاستكشاف وسائل المياه ومصادر المياه مختلفة وهذه نقطة مهمة رئيس الوزراء فيليب شكراً لوقتك ويسعدنا وجودك معنا هنا شكراً لكم أنا وسعيد أن أكون معكم بالناسبة ليف أنه يوم كبير وأن أتمنى لكم يوماً ممتعاً وأثق تماماً أن المفاوضات هنا سوف تستمر وسوف تكون أفضل لكافة العالم وستكون وفقاً لخطوات ملموسة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم ومشاهدين ما زلنا مع حضراتكم في تغطيات مستمرة لكل الفعليات وكل الجلسات الخاصة بهذا المؤتمر الأهم الآن على الساحة العالمية مؤتمر المناخ كوب 27 لتغير المناخ والمنعقد هنا في المنطقة في المدينة الخضراء في مدينة السلام مدينة شارم الشيخ شكراً لكم